مرحباً جميعاً، أنا نانسي، ورحباً إلى مرحباً إلى القناة بهذا الفيديو راح نكون عم نحكي عن الوقت كيف منسأل عن الساعة وإذا شخص سألنا عن الساعة، نحن كيف منجاوب إذا كنتم مهتمين لموضوع هيدا الفيديو، كيبون واتشينك أول جملة لازم تعرف عليها هي جملة What time is it? What time is it? وقت اسمع هيدا الجملة تعني كامل وقت قداش الساعة؟ إذا أنا بدي أسأل شخص عن الوقت قداش الوقت أو قداش الساعة، بقل له What time is it? وإذا شخص آخر بده يسألني، كمان بده يستخدم نفس الجملة What time is it؟ بيعني كامل وقت أو قداش الساعة أول مصطلح لازم نتعرف عليه هو وقت أنا أسمعه بمعنى بالضبط على الأد يعني وقت أنا أقول It's four o'clock بمعنى ساعة أربعة على الأد ساعة أربعة بالضبط It's five o'clock ساعة خمسة على الأد خمسة سفر سفر يعني ساعة خمسة بالضبط It's ten o'clock ساعة عشرة بالضبط لكن مصطلح o'clock يعني بالضبط على الأد باللغة العربية نحنا بس بدنا نقول لشخص عن الوقت منقل له مثلا الساعة أربعة وتلت الساعة أربع وعشرة الساعة أربعة ونص بمعنى أنه نحنا باللغة العربية منقل له الساعة بعدين الدقايق باللغة الإنكليزية العكس تماما منقول الدقايق وبعدين منقول قداش الساعة يعني منقول إذا كانت الساعة نعتبر أربعة وعشرة منقول It's ten past four خمسة وخمسة It's five past five ستة وخمسة It's five past six لكن باللغة الإنجليزية لازم نعرف انه بس بدنا نقول للشخص عن الوقت منبلش بالدقايق قبل الساعة يعني قبل قديش ساعة واحدة انتين ثلاثة اربعة منبلش بالدقايق وعشرة وعشريين حيالة بعدين منقول قديش هي الساعة العقرب لصغير عشوه منبلش بالعقرب الكبير وين بعدين العقرب لصغير وين ولازم نعرف انه مصطلح past يعني و بس نقول نحن اربعة وعشرة و باللغة الإنجليزية هي past يعني اذا انا بدي اقول الساعة سبعة وعشرة بقول It's ten وعشرة past seven ساعة سبعة وعشرة ten past seven بلاشت بالدقايق بعدين بلاشت بالساعة past يعني و It's twenty or it's twenty past eight يعني الساعة تمانة وتلت It's twenty past eight ساعة تمانة وتلت It's ten past nine ساعة تسعة وعشرة لكن past هي بدنا نقولها نستخدمها وقتا نقول و مثلاً واحدة وخمسة واحدة وعشرة الو باللغة الإنجليزية هون بالساعة يعني past في عنا مصطلحان الزيادة لازم نتعرف على هي مصطلح quarter half quarter quarter بمعنى وربع أو إلا ربع هلا رح نتعرف كيف منقول إلا ربع ورح نتعرف كيف منقوله ربع ولكن لازم نعرف أنه quarter بمعنى يأموا ربع يأموا إلا ربع يأموا خمسة عشر دقيقة يأموا إلا خمسة عشر دقيقة half يعني نص تسعة ونص عشرة ونص 11 ونص كلهم كمان بالنسبة للquarter والhalf كمان منبلش بالدقائق ما منبلش بالساعة أديش هي يعني إذا أنا بدي أقول مثلا الساعة تسعة وربع بقول it's a quarter past nine it's a quarter past nine تسعة وربع كمان إذا بدي أقول half it's half past nine it's half past nine ساعة تسعة ونص quarter past nine تسعة وربع half past nine تسعة ونص ننتقل هلا لنتعرف إذا بدي أقول عن نهاية الساعة نهاية الساعة بمعنى أنه فاضل كم دقيقة لتسير عشرة لتسير 11 يعني بمعنى 11 إلا ربع 11 إلا عشرة 11 إلا خمسة هولي كلهم كيف منقولون بدنا نستخدم بمعنى preposition to preposition to بمعنى أنه رح تخلص الساعة إلا for example كمان منبلش بدقائق هون كمان إذا بدي أقول الساعة 11 إلا ربع يعني بعد في ربع ساعة لتسير الساعة 11 منقول It's a quarter to 11 quarter to 11 بمعنى الساعة 11 إلا ربع بعد في ربع ساعة لتسير 11 إذا بدي أقول 11 إلا عشرة It's 10 to 11 It's 10 to 11 بمعنى بعد في عشرة دقائق لتسير الساعة 11 إذا بدي أقول 11 إلا خمسة It's 5 to 11 يعني بعد في خمسة دقائق لتسير الساعة 11 لكن كخلاصة لكل هيدا الفيديو لازم نعرف أنه جملة what time is it بمعنى كم الساعة قديش الساعة لازم نعرف أيضا أنه مصطلح o'clock منستخدمه وقتها تكون الساعة أربعة بالضبط خمسة بالضبط مصطلح على الأد أو بالضبط تعني o'clock لازم نعرف أنه بس بدنا نقول الساعة وشي منقول past ومنقول الساعة ولازم ما ننسى أبدا أنه نحنا منبلش بالدقيق قبل الساعة It's 5 past 4 ساعة أربعة وخمسة لازم نعرف أيضا أنه مصطلح quarter يعني ربع أو إلا ربع وhalf يعني نص وكمان نفس الشي بنتبق علينا quarter والhalf إذا بد أقول الساعة تسعة وربع بقول It's quarter past nine تسعة وربع إذا بد أقول تسعة إلا ربع منقول It's quarter to nine مصطلح two هي الأنهاء الساعة بمعنى أنه فاضل كم دقيقة لا تصير الساعة تسعة عشرة حتاش مع هؤل المصطلحات منكونوا نصلنا لختم هيدا الفيديو إن شاء الله يكون عجبكم وإن شاء الله أيضا تكونوا استفدتم منه أنا بلاقيكم بالفيديو القادم باي